يحكى أن ملكا كان له وزير يردد دائما عبارة كله خير وذات يوم قطع إصبع الملك فقال له الوزير كله خير فغضب الملك فأين الخير في قطع إصبعه وقرر حبس الوزير في زنزانه ورغم ذلك قال الوزير مجددا كله خير وكان من عادة الملك أن يذهب في جولة كل جمعة ليرفع عن نفسه وذهب في إحدى الجولات إلى أحد الأماكن وكان يسكن المنطقة مجموعة يعبدون الأصنام فأمسكوا به وقرروا تقديمه قربانا لصنمه وحين هموا بذبحه وجدوا إصبعه مقطوعا فأجمعوا أنه لا يليق بصنمهم أن يقدموا له قربانا ليس كاملا ثم أطلقوا صراحا وفور رجوع الملك توجه لوزيره الذي سجنه وأخرجه من الزنزانة وحكى له القصة ثم سأله إن كان الخير في نجاتي منهم بسبب إصبعي فأين الخير الذي وجدته أنت في السجن فقال له الوزير وجدت الخير بأني لم أذهب معك اليوم وإلا كنت أنا القربان المقدم للصنم اليوم كله خير هذه هي حياتنا وهذه هي قصتنا ونحن جميعا نمثل ذاك الملك ونغضب حين نجد من يمثل الوزير لكن لو اطلعنا على الغيب لسجدنا لله أكثر من ألف مرة على القدر الذي ظنناه شرا وهو في الحقيقة كله خير كله خير من عند الله كل ما يصيبنا من ضر أو نفع خير لنا فأي نعمة أكثر من هذه نرتدي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما معناه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الرحلة التي انتظرتها منذ شهرين جهزت حقيبتي قبل الموعد بأسبوع من جراء حماسي لها ثم في يوم الرحلة لم أستيقظ ذاكرا ورحلت طائرة أحلامي وطائرة سعادتي ابني الذي تخرج من الجامعة وقطعت على نفسي عهدا بأن أقيم له حفلا كبيرا مكلفا ثم واجهتني أزمة مالية وخذلت وخذل ابني الوظيفة التي كنت أحلم بها وأتت إلي من تلقاء نفسها كانت مريحة ومناسبة لي ثم سبقني بالتقديم لها شخص آخر كله خير نعم كله خير لا بد أن نثق تماما بأنه لو تحققت تلك الأمور لي لأبما كانت النتيجة ذبح الملك قربانا للصنم وعدم حدوثها هو نجاة للملك من كيد تلك الجماعة بعد درس أمر المؤمن كله خير نحن من نقرر هل نحن ملوك أم موزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر